يعني بقوله للرجالك كده أول ما تفكر تقولي الكلام ده يعني لا ما تتجوز عايش أصلاً يعني مدام أنت يعني بوسي بقولك الخلفة تحديداً أكتر حاجة شائكة لأن خلي بالك مشاكل المجتمع كلها والتفكك الأسري عندنا بسبب مشاكل محكمة الأسرة بسبب إيه؟ أيه وجود الأطفال بالضبط يعني لو اتنين تتجوزوا خفاف خفاف وطلقوا خفاف خفاف ما بيبقاش فيه أزمة ما بعد الطلاق بقوة في وجود أطفال وأنا عايز أقولي البنات ما تتكسفش البنات ما تتكسفش يعني الدكتورة دي هي تطلقت بس هي في الأول قالت آه يعني هي وفقت فأنت هتكسفيش وطول الجواز بتموت نفسها عشان تخلف وتحاول تقنعها عشان تخلف قبل المدة اللي هم ادهالها ما هو ده اللي بقولك الوعود الوعود اللي صعب النفس آه يعني هي قدت وعد وهي مش قده ما دي نقطة يعني أنت إيش عرفك نفسها تبقى أهم يعني عرفه هو يعني ما هو أخذ أخذ بسايف الحقيقة فهو بطل يعني فبالنسبة لي فيه حاجات أدبان صعب أنها هتطلب أو فيه حاجات يعني لما بتتقال بتجرح والناس اللي بتتوافق عليها بتتجرح بعد كده أنا هو في الآخر طالما أنت مسكة سكينة وبتعوريني ما أنا هتتعور بالزبط حتى لو خبت ألمي فأنا هتعور فدي فاكت أننا هتعور ودي من المشاكل الأسرية اللي احنا بنواجهها اللي بيوجع التاني محدش بينسه يعني لو فيه قبل واحد واجع الشريكة حياته أو واحدة واجعت جزها مهما خب الألم فالوجع موجود بس إحنا بنبقاش عارفين الواحد هيقول أيامد ولما بتتقال بتتقال في وقت بيبقى ممكن غير متوقع ممكن يبان في أزمة ممكن في أزمة دي معروفة عن الستات أكتر لما يحصل أزمة فتقول حصل من سنة وحصل من سنتين وحصل من ثلاث سنين فهو رصيد الرصيد موجود زي البنك الحل وموجود واللي مش حل هو ذكرت الحل وموجود والواحد بيشيل وما بينساش